نبدأ أول شيء ألف شكر لأخوي غانم العشيران معروف في مجال العود دهن العود فخلينا نبدأ بالعود الهندي كله دبل سوبر اللي قاعدين تشوفونا هذا كله دبل سوبر هذا هندي شوفوا ما شاء الله نضافتها طبعا كل الأعواد اللي عنده منتقاه ما فيها أخشاب ومنظفة تنظيف شوفوا كمية السواد والعود اللي جوه ما وقفنا بس على الهندي وعندنا برضو تراد شوفوا ما شاء الله يعني حتى شوفوا التراد كيف نضافتها طبعا المداخن جاهزة الحين بأوريكم كيف الطبخة تشوفون واخدنا الكسار الصغيرة وبرضو شوفوا الموري هادي الموري الدقة الصغيرة كثير يحبونها شوفوا كيف السواد والنظافة اللي فيه وهذا الموري ورعا زي ما قلت لكم الدقة الصغيرة هذا الكودي موري بس خلينا نروح للموري اللي كلنا نعرفها شوفوا ما شاء الله عود نظيف منقى حبة حبة ومنظف ترى الخشب كله يشال منه يعني ما شاء الله عليه يتعب في تنظيف العود المدخنة قدامنا بنجربها وحدة وحدة طبعا غير العود الكمبود المعتق وخلطة غانم العشيران هادي بعلمكم عليها بعدين فخلونا الحين بنبدأ الحين بنبدأ لكم بالهندي الدبل سوبر شوفوا الكسرة اخترنا لكم هذا الكسرة عشان تشوفون الطبخة والجمرة تستاهد شوفوا الحين ما شاء الله طبخة الهندي طبعا كل اللي عند غانم ما شاء الله تبارك الله دبل سوبر شوفوا كيف طبخة الحين ود انكم تشمون معي بصراحة هذا اللي هو الهندي شوفوا ما شاء الله تبارك الله بتشوفون الحين يزبط ويطلع الدهن اللي فيه كله شوفوا ما شاء الله تبارك الله طبخة الهندي الدبل سوبر أبغى وريكم شوفوا كيف يزبط هذا كل اللي قاعد يطلع منه دهن هندي دبل سوبر اللي يحب الهندي بصراحة من أفخر أنواع الهندي اللي أنا شميتها وترى أنا البخور اللي أستخدمها كلها من غانم العشران طبعا هذا هو اللي أرسل إياها كلها ولكن بريكم بخوري اللي منه آخر شي شوفوا كيف زبدة الهندي ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا الهندي اللي هو هذا الهندي دبل سوبر ما شاء الله تبارك الله نروح للي بعده وتشوفونا زي أدري بطول عليكم بس أبغاكم تستمتعون معاي تراني لسه في الهندي شوفوا كم لي أصور وشوفوا ما شاء الله تبارك الله لسه يزبد ولسه يطيب المكان الله يبارك لك يا غانم في اللي قاعد تسويه خلروح النوع الثاني اللي هو من أحلى الأنواع اللي ممكن تشمه وتتبخر فيها في حياتك اللي هو تراد أو القرميد أهل العود تعرفون هذا الصوت خلونا ناخد كسرة تستاهل اللي أوريكم مياه بما أن الجمرة كبيرة وحارة وجديدة أو القرميد على قولتهم اللي يسمونها قرميد أو تراد على حسب المسميات شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف طبخة التراد أو القرميد اللي هو هذا طبعا قبل لا يكون إعلان ترى هذا استخدام شخصي هذا هو التراد أو القرميد شوفوا القطع وشوفوا طبخت شوفوا هذا كل دهن اللي قاعد يطلع ترى ما شاء الله تبارك الله كل شوي قاعد أغير الجمر لأنه الدهن اللي في العود قاعد يطفي الجمر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله لسه يزبت إن شاء الله لنا باين معكم شوفوا ما شاء الله تبارك الله هذا هو لسه اللي هو التراد أو القرميد الحين نجيكم على الموري والكود يموري شوفوا هذي ما لها دخل أبشيل قطعة البخور من الجمر شوفوا كيف الكسرة نطفي الجمر من الزبد اللي فيها أو الدهن شوفوا شوفوا أبغير الجمر الحين وبعدها ندخل على الموري هذا الكود يموري وهو الدقة الصغيرة نحن نغير الجمر ندخل على الكود يموري بعدها الموري خنب ذلكم بالكود يموري ميزة الكود يموري دقتها صغيرة يعني ويجمل حتى وريحتها خلونا ناخد منها كمكسرة صغيرة كده كلها صغار وسخنقية كمكسرة ووريكم كيف يزبد هذا الكود يموري ما شاء الله وشوفوا طبخة الكود يموري ودي أنكم تشمون ما شاء الله تبارك الله ريحة وجودة وفيه كمية دهن وغير كده كسرة صغار يعني خليني أبعد هذه الكسرة شوي عشان تاخد مجال وشوفوا والله إني قاعد أغير الجمرة بين كل كسرة وكسرة لأنه يطفى من الدهن شوفوا ما شاء الله تبارك الله هذا الكود يموري طبعا كل اللي قاعد أصور لكم دبل سوبر دبل سوبر ما في شيء صناعي كله طبيعي شوفوا ما شاء الله هذا هو الكود يموري طبعا هذا آخر نوع بصور لكم من اللي راس الأخوي غانم طبعا في شيء هنا اقتناء شخصي بعدين بوركم هذا الموري شوفوا نظافة الموري كيف شوفوا نظافة الموري كيف دوونا حطينا طبعا الموري لا يعرف شوفوا نظافته وشوفوا طبخة الموري ما شاء الله تبارك الله ودي أنكم تشمون الريحة وسإن شاء الله أنكم بتروحون وبتجربون وبتشمون الريحة كلها كاملة شوفوا الطبخة كيف ما شاء الله طبعا هذه طبخة الموري دبل سوبر ولسه لو أخلي التصوير كذا على طبخة العود ممكن يقعد خمس دقائق أو عشر دقائق ما شاء الله تبارك الله خلصنا من الهندي خلصنا من التراد خلصنا من الموري خلونا نقفلها لأن في شي أنا بوريكم هذا استخدام شخصي طبعا مو هو لراس لغانم بس برضو من عند غان ترى الهندي لا يعلق لي بعد نحطها كلها على جنب الدهن العود الكمبودي يجمع لا يفوتكم شوفوا كمبودي كمبودي شوف اللون مع الفلاش لقى لولك كمبودي كمبودي تاخد الدهن العود الكمبودي ما تبين دم أبدا طبعا في خلطة غانم العشيران بعد جميلة حلوة متازة جربوها طبعا خلني بس أنا أطيب نفسي بالدهن العود لا يروح الموضوع هنا هذا من النوادر كمبودي من النوادر جدا هذا استخدام شخصي أنا خذيتها من غانم من فترة طويلة خذيت كمية فهذا طلعت لكم عشان أنا أعلمكم أنه أنا أستخدم من غانم شوفوا الكسر ما شاء الله تبارك الله اللي قاعدين تشوفونا هذا الحين من النوادر صعب أنك تلقى هذا كمبودي تريبل سوبر من النوادر شوفوا القطعة ما شاء الله وش كبرها شوفوا 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 هذا القطعة شوفوا الكسر هذي شوفوا طبعا هذا استخدام شخصي لي أنا خذيتها طبعا من عند غانم من فترة طويلة طبعا وسناب غانم موجود في كل السنابات اللي صورتها روحوا له وسألوا على أي شي صجوا على العود لا تسألوني أنا بكم ومن وين ومن كيف هو يجاوبكم على كل شي شوفوا الحي بناخد كسرة صغيرة المترجم المات يبي أحط قطعة أو كسرة تجيني كسرة أحلى بغوريكم إياها طبعا طبعا يعذروني بحط هذه الصغيرة عشان تعرفوا النوادر يلا نلقاها حتى كسر كبار هذه ما كسرتها لسا نشوفوا ما شاء الله القطعة اللي مليانة هذه كسرة صغيرة شوفوا بذلت تزبد على طول كمبودي شوفوا ما شاء الله تبارك الله القطعة الصغيرة هذه شوفوا كمية الدهن اللي يطلع منها استمتعوا بالمنبر عد ما أدري ذا الكمبودي هذا من نوادر موجود عنده الآن ولا لا تقدرون تستفسرون من غانم أبد كل التصوير اللي صورتها سناب غانم موجود هو قال حط سنابي وأبد أنا اللي بأرد عليهم واحد واحد ومالهم اللطيبة الخاطر في كل الانواع بس شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله كل هذه النوادر كل هذه النوادر خليه خليه يطلع لكم تشوفون موجود عنده أندر من كده بعد الله يبارك لكم وسناب غانم موجود أبد أرفع الشاشة وستفسر مننا أي شيء تبغى شكرا لكم